وإحنا في وسط جائحة كورونا فيه بنلاقي نمازج مختلفة من الناس فيه النموذج الأول تلاقي واحد يطارب جدا ويدايق جدا ولدرجة النوم حتى يصير من عينه وحياته تقف عند المرحلة دي ده أول واحد خلينا نعرف هو ليه بيوصل برضو للمرحلة دي ليه هل هو الاتراب ممكن يوصل الإنسان للمرحلة دي بوسي أنا سمعت يا عزة لابونا تدوسي أول ملطي ربنا يدي له الصحة بيسألوا يعني أنت ليه هل خايف الآن أو حاجة بقال لهم أنا في حضور الله الدائم الله يعني بيقول أنا حتى مش حاسس أن الكنيسة مقفولة لأن أنا في حضور الله أو عايح حاسس بحضور الله طول وقت الإنسان اللي بيبقى مضطرب أصلي عشان نتكلم بس بوضوح أنا معديش مش كده أني خاف على بنتي وخاف على ابني وخاف على مراتي وخاف على أخويا وخاف على أمي وخاف على حبيبي لأن أنا إنسان في مشاعر والله حاططها لكن الإضطراب هو عدم الإيمان إن في الله موجود أصلا إنه إنه مش مسلم له الحتة دي أنا بخاف على بنتي بس بسلمها لك أنا بخاف على أمي بسلم بخاف على مراتي بسلمها لك بخاف على الشعب اللي معايا بسلمه لك الشباب اللي بغدير ممر خدام أنا بخاف عليهم بس بسلمهم لك في واحد بيخاف ما يسلمش ما يسلمش بقى لربنا حاجة ده اللي بيبقى أنه مطير من عينه بيبقى مش حاسس إن بكرة يبقى فيه خير عنده يأس دائم لكن إسان المسيح حتى هو على الصديب يا عذرة خلي بالك من يوحنى يا يوحنى خلي بالك من أمي هل ده معناه إنه الآن وخير لكن دي مشاعر أنا معديش مشكلة إن أسلم لك خوفي أسلم لك ألا إيه أسلم لك أبقى بنت راح المدرسة أنا بقول لكم مش أنا أبونا وكاهن وهقول أنا ببقى بنت راح المدرسة بفضل أسمي ورشم وأعمل وأعمل وجدت وطلعت وراحت طب الكمامة طب الكحول مع مراتي كده مع أمي كده مع حبيبي كده ده التزام التزام أو 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 على قل على قل دي وزنة أنا خاف عليه لكن مفضلش بقى خايف وما سلمش اللي خايف وما يسلمش ده اللي بتبقى حياته مؤلمة يعني متألم لكن اللي خايف من حاجة وبيسلمها ربنا بيبقى عنده إحساس إن لا 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 أنت معايا أنت موجود مع كل واحد أنا بيحبه وهتحافظ عليه موسيقى ترجمة نانسي قنقر